تعالوا نعرف دلوقتي أخذ جواليس وأجواء حفل كاسة التسانيات في العالمين من زملتنا جومانا ماهر واللي هتكلمنا عن أهم الفعاليات اللي موجودة النهاردة وخصوصا حفل كاسة التسانيات وأنا شافاك يا جومانا دلوقتي في اليو أرينا قولنا الأجواء عندك إزاي؟ فاتيمة فاتيمة أعتقد أن الصوت وصل لك أي طبعا سمعيك كويس جدا جومانا تفضع لي يعني أنا دلوقتي معيك يمين على اليو أرينا من أمام اليو أرينا يا فاتيمة والحقيقة أنه الفنان هشام عباس ابتدى الحفل دلوقتي وهو يعني زي ما يعني أتمنى أن يكون الصوت وصل لكو دلوقتي والحقيقة أنه لو أتكلم على تواجد الجماهيري التواجد الجماهيري جوه يعني مش قادرة أحكي لك يا فاتيمة بالفعل فيه تواجد قوي للجماهير طبعا كل محبين الفنان هشام عباس الفنان محمد فؤاد حميد الشعيري خالد عجاج يعني فيه بقى كمان الجيل التمانينيات والتسانيات بوجود جوه في قوة يا فاتيمة وخلي أقولك أنه بجد الأجواء حلوة قوي ويعني بالرغم من أنه بالفعل فيه زحام جوه لكن لحد دلوقتي الناس لسه كمان بتتوافد وبتيجي عشان تكون حضرة الحفل فيه الحقيقة يمكن فعاليات كمان كتير جدا طول اليوم برغم من أن ده كمان من أبرز الأحداث اللي حصلة في العالمين لكن كمان بدأ من شوية كان العرض المصرحي الأول لمصرحية الشهرة المخرج الكبير طبعا خالد جلال والحيان كان فيه كمان تواجد قوي وكان فيه زحمة شديدة الحقيقة يا فاتيمة على المصرحية وكمان كان فيه طبعا ما ندرش يعني ما نتكلمش عن الجولة التفقدية اللي قامت بيها دكتورة رانيا المشاط كمان النهاردة والحديثت فيها عن مبادرات مهمة جدا هتكون بتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الأعلمية وكان من أهمها مبادرة شباب بلد فيه أحداث كتير جدا يا فاتيمة ويمكن بكرة 2 أغسطس كمان هتبدأ فعالية مهمة جدا واكتيفتي مهمة جدا كمان وهي ساحل تشامبيون ليج دي هتكون لأحرف الفرق وأحرف اللعيبة فيه فيه كرة القدم وهتبقى من الساعة 2 الظهر لغاية الساعة 7 بالليل بالليل بكرة كمان فيه الحفل الرجب الكبير رامي جمال فيه أكتيفتيس كتير جدا يا فاتيمة الحقيقة بتحصل هنا بس بما أن هشام عباس ورايا هنا على المصرح الأغنية اللي شغالة دلوقتي يا جمالة انت يا أكتر أغنية استانية استانية هتشتغل حالي ما شارب ده معاه استمعي لها ما هلعود وعني هسود بيغنيلي مش قادرة حكيلي كمان الكرو ورا الكاميرا لا هو طبعا هسود ده انت يا فطير أجواء كستنت السينات أصلا وذكرياتنا معاها لتنتهي طبعا مش قادرة حكيلي كمان الكرو ورا الكاميرا عامل إيه يعني انت شو تخيلة بجد الأجواء هنا عاملة إزاي بجد حلوة قوي 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 والنستالجيا الموجودة بالأغاني دي نحن كبان تحديدر يا فاطيمة موجود جوا كثير قوي بقى مننا لا عايزة قولك يا جمانة عايزة قولك انت فعلا الأجواء هنا وصلالي لحد الستوديو كلنا أصلا مستمتعين جدا بالأغنية وصلالنا وحاست ان فيه تفاعل كده كتير وحتى الجمهور من وراتي وهو ماشي في القريلة هو مبسوط ومتفاعل مع الأغنية من قبل ما يدخل صحيح 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 ينكر زي ما قلتلك فيه تواجد قوي جدا جدا جوا لكن الناس لسه كمان بتيجي والحقيقة يمكن ان انا كنت بتكلم مع مع بعض الأشخاص من الجمهور طبعا اللي كانوا موجودين هنا قبل بداية الحفلة انتي بشبت اخيلها الحماس والانبساط انهم هيحضروا حفلة لخمس نجوم من اهم خمس نجوم جيلهم والمستمرين لحد النهاردة أكيد يا جمانة هيبقى الوضع مختلف والأغاني مختلف أنا مستنية كل الأغاني أنا كنت نفسي أحضر معاك بصرا استتعود إن شاء الله أنا وانتي واحد يا فاطيما بحاول انقل لك كل الأجواء وانقل للاستادة المشاهدين كمان يمكن كمان خلني اقول لك يا فاطيما اننا كنت بوجودة في كواليس كمان مسرحية الشهرة اللي بدأت النهاردة كان أول أيام عرضها ان شاء الله وتستمر لغاية 3 أغسطس الحقيقة انه المسرحية كمان يمكن الكواليس وأجواء المسرحية والنجوم كمان اللي هيعرضوا المسرحية دي زي ما احنا عارفين هم نجوم صاعدين بيقدمهم المخرج خالد جلال على المسرح لأول مرة وإحنا عارفين المخرج خالد جلال ليه بصمة خاصة ودايما النجوم اللي بيكون هو متبنيهم فنيا دايما بيكونوا من أهم نجوم جيلهم فأعتقد النهاردة كمان بداية مولد نجوم أقوية جدا الحياة على الساحة الفنية في الفترة اللي جاية فأعتقد يا فاطيما في حاجات كتير قوي تستاهل ان الناس بجد تيجي وتشوف وتشجع هذا المنتج المصري الخالص 100% والحياة منتج مشرف جدا مهرجان العالمين يعني الحقيقة مهرجان مشرف جدا وفي فعاليات كتير جدا تستحق بالفعل ان احنا نكون اول ناس موجودين وبتشارك فيها عايز اقول لك حاجة جومانة بممناسبة الحديث عن مصرحية الشهرة هي مصرحية غنائية استعراضية في إطار كوميدي فده نوعية جديدة علينا وإحنا كنا كمان متقدين موضوع الاستعراض ده على المصرح كمان صحيح صحيح يا فاطيما والله يا فاطيما أنا نفسي أوريكي الكرو نفسي أوريكي الكرو بتانا ورا الكاميرا حس بي وما نعرفاهم عاملين حفلة انا اهم حاجة ان انا انا شاهد لكي مفتوطة طبعا بيتعابوا معنا جدا جدا انا عايز اقول لك الكرو فعلا بيشتغل معنا من الصبح الحد بالليل فسلميني عليهم كتير وهم حاجة انتو كلكم مشتمتعين والأجواء طبعا وصلنا هنا لحد لستوديو فأنا وصوطة جدا انتو استمتعتي واحنا كمان مستمتعين واكيد السادة الجمهور اللي حاضر الحفلة هيستمتع على مدار الحفلة من أولها لأخيرها اكيد يا فاطيما اكيد وانا هكون بتابع معاكم طبعا الكواليس لحظة بلحظة وفعاليات كلها اللي بتحصل زي ما قلتلك بجد فيه كل يوم فعاليات كتير جدا احنا بنحاول ان احنا نلم بيها كلها للجمهور عشان يكون عارف ومرة تانية بجد يعني المهرجان ومهرجان العالمين ومزيط العالمين بالفعل تستحق ان كل واحد مرة تانية ملمش شنطته ملمش شنطته ييجي هيلاقي حاجات كتير قاوية عملها وكل الفئات بص يصدقيني يعني يمكن لكل الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية بجد هتلاقي حاجات كتير جدا بس انت تلاحق على الفعاليات دي اكيد يا جمانا بنشكرك جدا انتي كنت معانا النهاردة واكيد هنتابع معاك لحظة بلحظة وعايز اقولكم ان فعلا مهرجان العالمين فيه فعاليات كتير جدا هتخص كل الاعمار وكل الفئات وموجود كل حاجة هتلاقي كل حاجة داخل مهرجان واحد وهو مهرجان العالمين